ظلام دامس تشهده عدة محافظات جنوب ووسط العراق البصرة وذيقار والمثنى وميسان وواسط تأن تحت وطأة قطاع تام للتيار الكهربائي بعد أيام من إعلان وزارة الكهرباء أن البلاد ستشهد تحسنا في إمدادات الطاقة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك بحسب وزارة الكهرباء حمل منظومة إمداد الطاقة الكهربائية جهدا كبيرا أدى إلى انفجار قاطع الدورة ومحولة خط أبو فلوس الخور في البصرة محول ليالي العراقيين إلى مأساة مركبة بين فشل السلطة بحل أزمة الكهرباء وبين الجفاف والتغير المناخي الذي رفع درجات الحرارة إلى نحو خمسين درجة مئوية هذا الفشل أشعر الشارع العراقية من جديد في ظل استمرار السلطات باستيراد الكهرباء والغاز من إيران لتشغيل محطات توليد الطاقة رغم رفض طهران زيادة صاديراتها من الغاز للعراق بحسب العقود المبرمة متحججة بالديون المترتبة بذمة العراق وهو ما اعتبره مراقبون ابتزازا سياسيا واقتصاديا نكوث إيران بالتزاماتها وضع السلطات الحكومية في حرج كبير دعت فيه إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بزعم زيادة استهلاكها وهو الأمر الذي يضع إشارات استفهام كبيرة مع غياب القطاع الصناعي في البلاد الذي كان يستهلك بالفعل الحصة الأكبر من الطاقة قبل عام 2003 واقع المأساوي يعيشه العراقيون حاليا مع تجدد المخاوف من أن يؤثر استمرار قطاع التيار الكهربائي على القطاع الصحي وحياة المرضى والأطفال الخدج في المستشفيات في وقت تطرح ذات الأسئلة عن الأسباب وراء التلقئ في تنفيذ الحكومة لاتفاقاتها مع دول المحيط العربي برغم إمكانية أن تنقذ تلك الاتفاقات الموقف المتردي للمنظومة الكهربائية تلك التي خصصت لها الحكومة أكثر من ثلاثة مليارات وستمائة مليون دولار من حصة قانون الأمن الغذائي إلا أنه لم يطرأ أي تحسن على تلك المنظومة شكرا للمشاهدة